كيف تطور الإنسان في حضارة ما قبل الطوفان فكيف استطاع هذا الإنسان أن يتحول بهذا الشكل المفاجئ بين يوم وليلة إلى مرحلة متطورة يصنع فيها المعجزات وهل تصدق أنه من بين الآثار المكتشفة يوجد حوالي 64 اختراع أكثر تعقيدا من التكنولوجيا المعروفة في القرن الواحد والعشرين ليس من الضروري أن تكون ذو عبقرية لكي تدرك أنه هناك شيء خاطئ في النظرية التي تعلمناها في المدارس ولذلك عمل بعض علماء الآثار على نظرية أخرى تعتمد على أدلة قوية كما أنها تفسر بكل وضوح ما كان يوصف بأنه لغز غامض قبل الطوفان العظيم طوفان نوح كانت ثمة حضارة عالمية متقدمة جدا إن العصر الذهبي للتكنولوجيا الحالية والمستقبلية كان موجودا بالفعل على هذا الكوكب قبل أكثر من 12 ألف سنة سوف تجدون البرهان على أن تلك الحضارات الغابرة كانت ملمة بالتقنيات والعلوم الفائقة وأسرار كثيرة أخرى وكانت تستخدمها بطريقة أكثر فاعلية وأكثر روحانية مما نستطيع الحلم به اليوم ورغم هذا كله لازالت مؤسسات علم الآثار والتاريخ الرسمية تقوم باختلاق القصص الوهمية وتسميتها حقائق ثابتة متجاهلة بكل بساطة كل تلك الإثباتات والدلائل الهائلة لكن قبل أن أبدأ الفيديو وقبل أن نكشف سر جديد لا تتكاسل فضلا في المساعدة على نشر الفيديو فصدقوني اليوتيوب يفعل كل شيء بالفعل كل شيء لمنع مثل هذه الفيديوهات من الانتشار لمنع توعية الناس وسأثبت لكم هذا الأمر في فيديو سأبثه على القناة لأريكم كيف يساهم اليوتيوب بشكل كبير في تغييبكم وكيف يضيق ويبطئ من قناتي بشكل متعمد وواضح وذلك بعدما بدأ في رؤية تفاعل كبير من المشاهدين في مختلف بلداننا العربية مع محتوى القناة فتعليق صغير منك وإعجابك بالفيديو يساهم في إبقاء الفيديو عدد ساعات إضافية في محركات البحث ووصول المعلومة إلى فئات جديدة من مجتمعنا العربي والآن فلنبدأ بالحقيقة الغائبة ما بين آدم ونوح عشرة قرون فهل من الممكن أن تكون البشرية عاشت هذه القرون في بداية كما يدعي البعض وإذا تأملنا عالمنا الآن ففي المائة عام الأخيرة هناك مئات الاختراعات التي غيرت وجه العالم وهذا في مائة عام فقط يعقل أن نصدق أن الناس عاشت ألف سنة في بداية في أحد الأيام وجد الباحثون آثار تعود إلى حوالي خمسة آلاف عام تكشف عن كائن بشري متطور بدأ فجأة يستخدم تكنولوجيا متقدمة وعلوما في غاية التطور والتعقيد كيف استطاع إنسان بداي جاهل أن يقفز بين عشية وضحاها من مرحلة دامت مئات الألوف من سنين التوحش والبداية إلى مرحلة متطورة يصنع فيها آلاف المعجزات العلمية ومنها ما هو أكثر تطور وتعقيدا من التكنولوجيا المعروفة في القرن الواحد والعشرين وهذه الحقائق الأثرية اكتشفت في مواقع مختلفة حول العالم والتي سنعرضها لكم في هذا الفيديو أي أن كامل الكرة الأرضية كان يسودها في التاريخ الصحيق نموذج موحد من التكنولوجيا المتطورة تؤكد العديد من الشواهد الأثرية والأبحاث على إنه كانت توجد حضارة متقدمة جدا قبل طوفان نوح وكانت منتشرة في عموم الأرض وليس في مكان واحد فقط تقدمت هذه الحضارات بشكل مذهل حتى أنها تحدت الله عز وجل فعقبها الله بالهلاك بالطوفان العظيم الذي أغرق الأرض كلها ولم يبقى من مظاهر هذه الحضارة شيئا وسنذكر على سبيل المثال حضارة عاد الأولى ولقد كانت حضارة متجبرة ومتقدمة لأناس كانوا ضخاما في الحجم عن باقي البشر في ذلك الوقت وتجبروا وأفسدوا في الأرض فسادا كبيرا حتى أهلكهم الله لفسادهم وأنه أهلك عادا الأولى ولم تذكر أي من الكتب السماوية هذه الحضارة غير القرآن والديانة الإسلامية فقط التي ذكرتها وبالفعل هناك اكتشافات كثيرة لهاياكل عظمية عملاقة تتجاوز الخمسة عشر متر ولكن تم التعتيم عليها حتى لا تكون سببا في إسلام الكثير من الناس يعتقد أنها كانت موجودة قبل طوفان نوح وقد هلكت أيضا بسبب الطوفان لأنهم أفسدوا في الأرض فسادا كبيرا وتكبروا حتى أهلكهم الله بالطوفان ومن نجى مع نوح هم من عمروا الأرض مرة أخرى وقامت حضارات أخرى على أنقاض الحضارة القديمة مواصفات تلك الحضارة كما ذكر القرآن الكريم أنها كانت حضارة لم يخلق مثلها في البلاد تفوقت هذه الحضارة في كل الاتجاهات في العلم والقوة وأيضا في الظلم والتجبر وقالوا من أشد منا قوة حتى أهلكهم الله مع من هلك من الأمم الأخرى ظالمة حضارة وادي النيلي الحضارة المصرية القديمة أيضا كانت حضارة متقدمة جدا حتى أننا في عصرنا الحالي لم نجد التفسير لبعض الاختراعات المصرية القديمة أو تفسير كيف تم بناء الأهرامات مثلا حضارة أطلنتس حضارة يعتقد أنها كانت أيضا موجودة قبل الطوفان وكانت متقدمة جدا وحكمت العالم لقوتها وتطورها المذهل ولكنها اختفت أيضا فجأة حضارة الميا والآن والسومريون كل هذه الحضارات التي ما زالت أثارها شاهدة على تقدمها اختفوا وغيرهم العشرات بل لن نبالغ لو قلنا المئات مثلهم اختفوا فجأة وفي ظروف غامضة الغريبة أنها كلها ذكرت الفيضان العظيم برغم أنهم في أماكن مختلفة في العالم فهل من الممكن أن كل تلك الحضارات برغم هذا التطور تختفي بكل سهولة وتباد عن آخرها تكنولوجيا متطورة جدا قبل الطوفان كل الشواهد تؤكد على تطور تكنولوجي رهيب كان موجودا قبل آلاف السنين حتى الباحثين قالوا إننا الآن برغم التقدم الهائل الموجود لدينا لم نصل إلى ما وصلوا إليه بعد إذن ماذا حدث؟ وأين ذهبت هذه الحضارات وهذا التقدم؟ مصباح معبد دندرة على جدران معبد دندرة في مصر تم اكتشاف لوحة غريبة جدا وهي عبارة عن مصباح كهربي متطور جدا وهذا ما يثير الدهشة والاستغرابة هل عرف قدماء المصريين الكهربائي؟ كيف كانوا يضيئون المقابر أثناء النقش عليها؟ كل هذا يثير الكثير من التساؤلات حول ما مدى تطور هذه الحضارات وما سبب اختفائها وهلاكها والأكثر غرابة من ذلك وجود رسومات لطائرات وغواصات وأطباق طائرة على جدران المعابد المصرية القديمة ففي ابي دوس يظهر واضحا رسمة لطائرة هيلوكوبترا ومركبة فضائية وهو شيء محير جدا والسؤال هل عرف الفراعنة الطائرات وهل كانوا على اتصال بمخلوقات من خارج الارض وإلى أي مدى وصل العلم عندهم؟ إذن لم تكن تلك الحضارات بداية كما نعتقد ولكنها متقدمة أكثر منا وذلك لأنهم توصلوا لبعض العلوم التي وصلتهم من بقايا تلك الحضارة العظيمة والتي دمرها الطوفانو جمجمة كريستالية لحضارة المايا وهي قطع كريستالية تعود لحضارة المايا عبارة عن جماجم بشرية اكتشفت عام الف وتسعمائة واثنى عشر ميلادية وتشير بشكل واضح بأن عملية الحفر تمت بواسطة آلات معقدة ومتطورة جدا بالإضافة إلى خرائط جغرافية دقيقة جدا تعود لقروني وقال أصحابها بأنهم نسخوها من مراجع قديمة جدا وتظهر فيها سواحل أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي يبدو خاليا من القشرة الجليدية مع العلم بأن آخر أجزاء القارة المتجمدة الجنوبية كانت خالية من الجليد قبل عام أربعة آلاف قبل الميلاد وأظهر السومريون القدام إلمام واسع ودقيق بعلم الفلك كتحديد هوية ومواصفات الكواكب بالتسعة في نظامنا الشمسي وكذلك معلومات تفصيلية مثل معرفة الأقمار الأربعة الرئيسية لكوكب المشتري وهذه معلومات لم نتعرف عليها في هذا العصر سوى بعد اختراع التليسكوبي وفي مصر عام الف وتسعمائة وستة وثمانون ميلادية عثر العلماء بالممر المؤدية للغرفة الملكية بالهرم الأكبر خوف بمنطقة الأهرامات بالجيزة على كمية من الرمال التي أظهرت الدراسات أنها تحتوي على نسبة أشعة تصل إلى 7.7% مما يؤكد أن هذه الرمال ليست رمال طبيعية مشعة بل رمال تم معالجتها ذريا وإشعاعيا بعمليات فصل دقيقة ومعقدة قبل أن يضعها بنات الهرم في هذا الممر وهو ما دع العالم الذرية لويس بالجارينيا إلى القول بأن قدماء المصريين فهموا قوانين التحلل الذري وكان اليورانيوم المخصب من العناصر المعروفة لدى كهنتهم وحكمائهم ولنتأمل العقدة الفرعونية الذي كان يغطي صدر مومياء إحدى أميرات الدولة المصرية القديمة واكتشف الخبراء السويسريين أن حباته مصنوعة من خرز الكريستال الطبيعي وهذه الحبات تم ثقبها بأشعة الليزر لتعقد مع بعضها بأسلاك رفيعة جدا من الذهب وقد وصل قطر هذه الثقوب في كل حبة إلى جزء من المليمتري وهو ما لا يمكن تنفيذه وتحقيقه عمليا إلا باستعمال الليزر ولا ننسى حضارة من أقدم الحضارات البشرية والتي تعود إلى خمسة آلاف عام قبل الميلاد وهي حضارة وادي السند بباكستان والتي وجد العلماء آثار يورانيوم مشاع فيها مما جعل العلماء يرجحون أن تلك الحضارة العظيمة قد تم ضربها بسلاح نووي من قبل حضارة أخرى أو حدث بها انفجار نووي نتيجة أبحاث وتجارب ذرية مثل تلك التي حدثت في كارثة تشيرنوبل في عصرنا هذا وهو ما جعل تلك الحضارة الكبيرة والتي تعد أول حضارة في التاريخ البشري تصنع نظام صرف متكامل ومعقد في مدنها تختفي من على وجه الأرض في لحظة وهو الأمر الذي لا يحدث إلا بانفجار نووي حجارة ايكا اكتشفها الدكتورة خفير كابريرا داركو في عام الف وتسعمائة وستين في مقاطعة ايكا في دولة بيرو الصخور تحمل نقوش حضارة الانكال معتادة لكن الأمر غير المعتاد أن على الصخور نقوش لعملية زراعة دماغ وعملية قلب مفتوح وأشخاص ينظرون إلى السماء بمنظار أو تليسكوب وهذا قبل أن يكتشف بألف وخمسمائة عام كذلك يوجد على الصخور نقوش ديناصورات والإنسان لم يرى الديناصورات ولم يعاصرهم فهناك خمسة وستين مليون سنة بين انقراض الديناصورات وبدء وجود الإنسان والنقوش تحوي تفاصيل عن الديناصورات لا يعرفها إلا من رآها وعايشها وعلى الصخور مجسمات لكوكب الأرض ببحاره وقاراته وكأن من صنع المجسم رأى الكوكب من الفضاء وعن لغز حجارة أيكا في العام الف وتسعمائة وستة وستون تلقت دكتور خافيير كابريرا هدية من أحد المزارعين الفقراء من أبناء قريته أيكا في بيرو كانت عبارة عن حجر محفور عليه سمكة وعند تدقيقه اكتشف بأن هذه السمكة المرسومة تمثل فصيلة منقرضة منذ زمن جيولوجي بعيد وبعد فترة وجيزة جمعت دكتور الآلاف من هذه الحجارة الغريبة وكانت الرسومات المحفورة عليها عجيبة جدا وساحرة ويبدو أن أحدا ما قام في إحدى فترات التاريخ بتصوير رجال يقاتلون الديناسورات وآخرون يستخدمون التليسكوبات وهناك من يجري عمليات جراحية لأدوات ووسائل متطورة كما أن بعض هذه الحجارة تحتوي على خرائط تصور قارات مفقودة وقد أرسل بعض من هذه الحجارة إلى ألمانيا حيث تم تحديد تاريخ خدوش الحفر تبين أنها تعود لعصور غابرة لكن جميعنا تعلمنا أنه لا يمكن للإنسان أن يعاصر الديناسورات فالإنسان الحديث كما يدعي العلم المنهجي لم يظهر للوجود سوى قبل مئة ألف سنة والديناسورات حسب علماء التاريخ والجيولوجيا بادت قبل ذلك بكثير حسب نظرية الانفجار الكبير وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الديناسورات والتي نجد عظامها في كل مكان في العالم والعمالقة من البشر والتي تم اكتشاف الآلاف من عظامهم في كثير من دول العالم وخاصة مصر قد عاشوا معا في فترة الحضارة العظيمة قبل الطوفان هذه الرسومات طبعا لم تكن تعني شيئا للمزارع البسيط لكنها تعني الكثير بالنسبة للدكتور كابريرا المثقف والمتعلم لقد علم بأن هذه السمكة المرسومة تمثل فصيلة منقرضة منذ زمن جيولوجي بعيد وهذا ما أثار فضوله بشكل كبير راح يشتري المزيد من الحجارة من المزارع والذي قال بأنه جمعها قرب ضفة النهر بعد احد الفيضانات راحت اخبار وجودها ومدى اهميتها تنتشر حتى وصلت اسماع مجتمع علم الآثار واهتمت محطة بي بي سي بهذا الاكتشاف وراحت تحضر نفسها لانتاج فيلم وثائقي يتناول ما اصبحت معروفة بحجارة ايكا لكن الاعلان عن هذا المشروع اطلق العنان لعاصفة من الجدال نقطة وقام علماء الآثار المنهجيين بتوجيه انتقادات لادعة لحكومة البيرو بسبب اهمالها وتراخيها وعدم التزامها في فرض القوانين المتعلقة بالآثار لكن هذا لم يكن اهتمامهم الرئيسي فراحت الضغوطات تنهال على رجال الحكومة في البيرو تم اعتقال المزارع المسكين الذي باع الحجارة للدكتور كبيرة واعترف بانه وجدها في احد الكهوف لكنه رفض الكشف عن الموقع للسلطات او هكذا ادعوا على الاقل تم تنظيم هذه العملية بطريقة محترفة بحيث تجعل كل سياسي فاسد فخورا هددت الحكومة بسجن المزارع وبنفس الوقت قدموا له عرضا مغريا للخلاص من هذه الورطة وقبل المزارع بالعرض فورا ودون تفكير فخرج للعلن برواية جديدة تقول بانه هو الذي حفر الرسومات بنفسه لكن كل من يتمتع بتفكير منطقي سليم يعلم جيدا بان هذا المزارع السادج لا يتمتع بالثقافة والحرفية الكافية لحفر احد عشر الف رسمة مختلفة فبعض الحجارة كانت كبيرة الحجم وحفر عليها رسومات دقيقة ومعقدة جدا تبين حيوانات ومناظر مختلفة لا يمكن للمزارع ان يعرفها الا اذا كان ملما في علم الجيولوجيا والمستحاثات بالاضافة الى انه من اجل انجاز هذا العمل الكبير وهو حفر احد عشر الف حجر يحتاج لان يعمل ليلة نهارا على مدى عقود طويلة ومتواصلة لكن في جميع الاحوال صنفت حجارة الايكا على انها خدعة وتم نسيانها هذه المسألة لم تتطلب اي مواجهة او مناظرة فكرية او اي مجهود ذات طابع اكاديمي فقد تم معالجة المسألة عن طريق الضغوط الخفية التي مورست على الحكومة البيروفية وبما ان هذا الاكتشاف صنف على انه خدعة فبالتالي لا حاجة لبذل اي مجهود علمي لمحاولة تكذيبها او حتى لوقوف امام هذه الحقيقة التاريخية وجها لوجه في سنة الف وتسعمائة وستة وسبعون نشر روبير شاروى كتابه المعنون بلغز الانديز حيث استعرض فيه لقائه مع الدكتور كابريرا ومع احجار ايكا هذه الاحجار المعروفة باحجار ايكا تشكل مكتبة تؤرخ لاحداث ما قبل التاريخ من خلال النقوش التي تحتويها بعضها يصور معارك بين الانسان والديناصوري وبعضها يصور عمليات جراحية معقدة في سنة الف وتسعمائة وخمسة واربعون اتش جيلساريد بمنطقة اكامبرو بالمكسيك مجموعة من القطع والتماثيل الاثرية والتي وجدت بحالة جيدة تصور هي الاخرى لمشاهد من التعايش بين الانسان والديناصوري وفي سنة الف وتسعمائة وستة وثمانون اكتشف عالم الاثار المعروف بير تريوند في احدى تنقيباته في منطقة دروم بفرنسا حجر صوان يحمل بصمات اختراع انساني حجر صوان هذا تمت دراسته واكد العلماء على ان حجر الصوان هذا مؤرخ بزمان غابر اي انه يعود لعصر الديناسورات وفي هذه الحقبة كانت انواع من الديناسورات لازالت تجوب الارض ماذا تحتوي تلك الحجارة الامر لا يتعلق ببضع حجارة منقوشة بل بالالاف منها وعدد كبير من هذه الحجارة معروض في المتحف الخاص بالدكتور كابريرا وايضا في المتحف المحلي لايكا هذه الحجارة والتي تحوي نقوشات ورسومات مختلفة تصور لنا حياة حيوانات منقرضة قبل ظهور الانسان كالديناسورات كما تصور لنا جوانب من حياة حضارة بائدة امتلكت معارف كبيرة غطت مجالات الطب والتنجيم والجغرافيا تحتوي مجموعة الدكتور كابريرا على حصن مستديرة وحجارة مسطحة وكتل صخرية هندية بعضها يزن مئتان كيلو جرام وتبقى الاشارة الى ان الدكتور جيفير كابريرا دركيرا طبيب جراح واستاذ جامعي بجامعة ايكا ومن صفوة علماء البيرو وقد انتظر مدة من الزمن ليفحص المجتمع العلمي مكتشفاته هاته على هذه الحجارة يمكننا قراءة فصول من التاريخ جرت منذ ملايين السنين تحمل صورا لحيوانات مرسومة بدقة كالديناصورات منها البرونتوسور والترايسيروتوب والسادكوسوروس والبيتيروسوروس وفي الوقت الذي اعتبر المشككون هذا الاكتشاف انها مجرد خدعة الا ان حقيقة هذه الاحجار لم يستطع العلم لحد الان من ضحضها ولا حتى اثبات صحتها واصالتها كما يمكننا رؤية رجال وهم يصطادون ديناصورا ومن العبث بما كان محاولة وصف كل الصور التي حاوتها هذه الحجارة فعددها يقدر بالالاف لكن اكثرها شيوعا في الساحة العلمية هي رجال يستعملون المكبرة منجم يرصد الفضاء بجهاز التيليسكوب جراحون يجرون عملية قيصرية تحت التخدير اضافة الى عملية زراعة للقلب ناجحة العملية الجراحية مدونة بتفصيل على العشرات من الحجارة نهاية عملية زراعة القلب حيث يقوم الطبيب الجراح بقطع الخيط على مستوى البطن وخرائط تصور الارض كما كانت منذ ثلاثة عشر مليون سنة على المستوى الرسمي ترى كثير من الاوساط العلمية ان هذه الحجارة مزورة بسبب ان هذه الحجارة قد تم جمعها دون دراسة في بيئتها هذا الامر يذكرنا ببعض القضايا الجنائية والتي يحكم فيها القاضي ببراءة المتهم رغم ارتكابه للجرم فعلا وذلك لان الضبطية القضائية لم تكن سليمة انه لا امر مضحك فعلا ان يستخدم نفس الامر مع اكتشاف علمي مذهل مثل هذا قادر على تغيير كل علومنا وفهمنا للحضارات القديمة لكن لو كان الامر يتعلق ببضع حجارة لقلنا هانت لكن عشرات الالاف من هذه الحجارة عثر عليها في منطقة يسكنها القراويين البيروفيين فكيف لنا ان نفسر النقوشات التي تصور لنا بدقة حيوانات من قبل التاريخ وعمليات جراحية فكيف تمكن هؤلاء القراويين البسطاء اذا من تصوير حيوانات منقرضة بكل تفاصيلها عاشت قبلهم بألوف بل بملايين السنين ولأي غرض مع العلم ان ابداع هكذا نقوشات دقيقة على هذه الحجارة يحتاج لعشرات السنين للوصول لعملك هذا لكن عند دراسة هذه القطع الاثرية بالمكبرة وخصوصا تلك التي تصور مشهدا يصطاد فيه مجموعة من الرجال ديناسورا يتبين ان هذه القطع حقيقية واصلية في كتابه تحدث بشار عن قتال بين مجموعة من الرجال وبين ديناسور باراشيو سور او ديناسور سور بلتا لكنه كان مخطيئا فعند دراسة الصورة يتبين لنا ان الديناسور ينتمي الى فصيلة سوروبود لكن ليس اي سوروبود بل الامر يتعلق بفصيلة التيتانوسور بدون ادنى شك عندما نشر الكتاب كان علماء الحفريات انتهوا للتو من اكشاف بقايا عظام هذا النوع من الديناسورات والذي كان من قبل مجهولا تماما عند العلماء وقد تم الكشف عن مستحاثات السالة سوريس سنة الف وتسعمائة وسبعون وقد كانت تمتلك ديناسورات التيتانوسوريات بنية جسمانية شبيهة بديناسور الديبلدوكس لكن برقبة اقصر وفك علوي منبسط وفوق كل شيء فقد كانت النوع الوحيد من السوروبود التي تمتلك دراعا عظميا كانت تمتلك ديناسورات التيتانوسوريات صفائح عظمية على ظهرها وبنية جمجمة ورقبة وذيل شبيهة بديناسور السوروبود لكن ما كان يميزها عنه هو الصفائح العظمية فوق الظهر عاشت ديناسورات التيتانوسوريات في امريكا الجنوبية وبحسب المستحاثات فقد كانت هذه الديناسورات ديناسورات عاشبة وجدت منتشرة بهذه القارة في نهاية العصر ولا ننسى ان تلك ليست اول حادثة لاكتشافات لعلماء وباحثين وجدوا اثار تثبت اكاذيب وزيف ما علموه لنا في المدارس طيلة حياتنا ولكنهم هاجموها اولاء العلماء والباحثين وشككوا في نزاهتهم دون حتى ان يبدلوا ادنى جهد للتأكد بشكل علمي من هذه الاكتشافات هل تعرف لماذا حتى تظل مخدوعا بافكارهم وتاريخهم المزيف وطبعا انت تعرف لماذا يخدعونك وسافكر هنا مثالا فقط للباحث الاردني الجوهري والذي اكتشف حجرا سحريا يعود لتاريخ النبي سليمان والذي يسمى بالنقش العجيب وسوف اصنع فيديو قريبا باذن الله ساتكلم فيه بالتفصيل عن هذا النقش العجيب وعن غيره نهيك عن نقوش حضارة النسكة في بيرو والسعودية والتي لا يمكن ان تحدث الا بحفر افقي من الفضاء وسوف نتحدث عن هذه الخطوط في السعودية والبيرو بالتفصيل في فيديو قادم باذن الله وهذا بالطبع غير نماذج الطائرات الذهبية كل هذه الشواهد وما زال البعض ينكر وجود تطور تكنولوجي في الزمان القديم قبل الطوفان وبعده ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر في اية واحدة في القرآن ثلاث حضارات مختلفة واسباب هلاكهم قال تعالى الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد نقطة وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي وفرعون ذي الاوتادي الذين تغوا في البلد فصب عليهم ربك صوت عذاب اذا سبب عذابهم وهلاكهم هو الفساد والظلم والكفر بالله عز وجل انتظرنا باذن الله في الفيديو القادم والذي سنكشف فيه كيف قامت الانظمة الحاكمة على مدار التاريخ من بعد طوفان نوح عليه السلام بطمس واخفاء وحرق كل الكتب والمكتبات وتدمير كل اثر يؤكد وجود حضارة عظيمة جدا تتضاءل بجانبها حضارتنا الحالية قبل الطوفان العظيم ولم يتبقى غير القليل من تلك الاثار والتي قاموا بتجميع جزء كبير منها واخفاؤه في مكتب تلفاتيكان السرية ولكن الله ترك لنا بعض الدلائل والتي ذكرنا منها القليل في هذا الفيديو وسنذكر الباقي باذن الله في الفيديوهات اللاحقة وذلك ليكشف لنا الاعيبهم وكذبهم وخداعهم لنا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو فهو مهم جدا جدا لبقاء الفيديو في محركات البحث لاطول فترة ممكنة حتى يصل لأكبر عدد من الناس ليعرفوا الحقائق التي تم اخفاؤها عنهم عمدا وان تفضلت علي بكتابة تعليق او مشاركة الفيديو فانك بذلك تكون قد ساعدتني على مواجهة الحملة الشرسة الموجهة ضد قناتي وشكرا لك ما مقدما وإلى اللقاء غدا باذن الله بعد منتصف الليل مباشرة